بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم حبيباتي متتبعاتي ومشتركات القناة وشراكم مشانا تكونوا بخير وفي افضل الاحوال اليوم راح نديروا واحد من الاطقم السرير اللي عملتلي ضجة طبعا وما كنتش متوقعة هذا التأثير كامل وما كنتش توقع هذا الضجة اللي يعملها هذا النوع من الموديل وقبل ما نبدأ العمل شكرا شكرا حبيباتي كامل اللي خليتوا لي تعليقاتكم الجميلة والله نقرة وراح اطيح لي الدمعة شكرا شكرا لكم كامل ان شاء الله ربي يوفقني ونقدم لكم كل ما هو جميل وكل ما هو افضل تستاهلوا تستاهلوا لبنات نبدأ ونخدموها قد ما نطولش لكم ديجال الفيديو رهي بزاف طويلة في الاخيرة كامرا حين تشوفوا النتيجة اول حاجة لبنات هاد القماش جابتلي الزبونة جابتلي 300.5 هذا هو القماش الاصلي دايما نقول لكم انا نقول لكم القماش الاصلي تعالى بارغغغ يعني اللي راه يجي في الواجهة يجي ملفوق دراوي يجي وزوج مخاد اللي هما انا نخدم عليهم والله المهم هو اللي يجي باين بزاف انا رح شريت لها عليهم معاه شريت لها لغغغي قاتلي كاسي لي لغوز بلغغي هنا ثلاثة ونص توحى شوفوا مني نراني انكي الملفوق راني انقيس الجهة اللي يمثني فيها القماش كما تعرفوا هذا القماش راه نظن تاج محل ماهوش تعتورك طبعا هكذا باش شوفوا باللي راني نخدم بكلش ماشي دايما تتقيدوا كما قلتكم باللي قماش تورك يخرج بهي لا لا هذا قماش عادي اذا كنت شوفوا النتيجة في اخر الفيديو هنا راني قسط زوج مترات ونص يعني متر تين ونص بالمستارة شوفوا كيف راني حاطتها فلاطاب الانمور فنحطها منها في الحافة قدامي ولكن هكذا باش شوفوا انتم حطيتها كيلت متر تين ونص بعد ثنيت طبكت لقماش على بعضه من هذي كل النقطة وين لحقت متر تين ونص وروحت قطعت بالمقص هكذا لاني راح نحي زوج مترات ونص تع الدراء وتبقى لي مترات للمخاد هكذا اللي بنات دايما ثلاث مترات ونحيو منها متر تين ونص تع الدراء هي الاولى من بعده باش نخليو هذك المتر للمخاد وعليه احنا قادرين نحيو مترات للمخاد ولكن مرات يزيدنا صاحب المحل شوية في القماش تعنا على هذك نحيو متر تين ونص بالضبط للدراء ونخليو مترات والفاضل هذك اللي معها خليوه الوسائد هنا راني قدرت فيها شاريط لاسق بتاع البابيي تاع الوارق وكتبت عليها دراء هكذا باش ميتخلطوا ليش لي بياس توعي من بعد هذا هو القماش انا اللي شريت لها قاتلي ديري لي لقغي شريت له هذا القماش هذا الثاني شريت منه ربع مترات وعليها ربعة لانه متر تين ونص اللاوز ومتر للمخاد ونصف متر هذك راح نستعين به باش ندير به ليجوتي وندير به لديكوغاسيون اللي راح نديرها على المخاد هكذا البنات وكنت قادرة انا نشري غير ربع متر زيادة ماشي نصف متر كامل ولكن انا تجور نحب نشري بزيادة ما نحرج صاحب المحل كما قلت لكم وما ممكن يفضل عندي في الدار نحتاجوا في حاجة واحد اخرى نحيت هنا متر تين ونص وكما راكم صورة عرضية فوق طاولة هنا انتم حتى اللي تفصل في الارض تخدم بهذا الطريقة طريقة هيلة وهنا راني دايرة المقص هذا مساعدني للتفصيل كيكون لقماش مثني على اثنين او على اربعة يعني كل مقص والمهمة نتاعه يعني انا راني عندي هنا ثلاثة يعني ما كمش تشوفوا فيهم هنا في الصورة ثلاثة هما اللي نخدم بهم كل واحد ووقتاش نخدم به هكذا البنات هذا راح نكتبع ليه اوس نحطه منهيه مع الدراتي ومن بعدها نروح نجيب تبنيت هذا الطريقة في التفصيل هتساعدكم بزيف تقدروا هكذا تفصلوا يعني بزيف لي باقرر دغا كيكونوا مثلا انوها مش نفس الموديل يعني كل واحد وقياساته بالطريقة هذي تفصلوا 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 تحطوا تخدموا في الليل يعني في الكالم يعني يكون يعني الراس مهني يكون ممكنش يعني الحس تخدموا هكذا من بعدها تحطوهم القطع كامل وكل قطعة فيها شارية لسك مكتوب عليه وشي هي القطعة سوف ندير الوسادة التاعي سوف ندير الوسادة التاعي سوف نخدم دوب ليلبنات سوف ندير الزوج اوجه تع وسائد يعني زوج اوجه تع وسائد يعني هنا سوف ندير لقمش التاعي درت فيه 72 على 52 انا التجور نخدم بالمستارة ليلبنات ما نخدمش بالماتر غيبون خلاص برسمة نهزو معي في الصاك بركا كذا كونك موين نروح نلقى يعني نحتاج قياس يكون معي تقريبا ما نستخدموش خلاص نخدم غير بالمستارة لانه تقريبا اعمالنا كامل في قياساتها يعني مضبوطة اطار مستطيل موربع موثلث على هذيك ما نحتاج يعني لما تخغيبون بزيف نحيط الوجهين تع الوسادتين اللولين لانه ندير لها القماش القري هذا راح ندير لها به وسادتين سامبل ما فيهم حتى حاجة القياس تحهم 72 على 52 عفوا وندير فيهم من الخلف القطعتين قطعة تكون اقل من الوجه الامامي كما راكم تشوفوا يعني نحط الوجه الامامي التاعي اللي فصلته على القماش ونطبق منه شوية قيس من 7 الى 10 سنتيمتر ونفصل عليه القطعة الخلفية تع الوسادة قطعة واحدة راني نفصل من بعدها نزيد القطعة الثانية يخي الوسادة من الامام ووجه عادي الوجه الخلفية يخي فيه قطعتين واحدة اقل من الوجه الامامي عفوا من الوجه الامامي واحدة جاي العوضة تحها ما بين 25 حتى ل 30 سنتيمتر انا نحب نديرها تقريبا 30 سنتيمتر وعليها به جيني عريضة شوية بها كي ندخل الوسادة تع الى كل معامرة ندخلها داخل هذا الغلاف تدرق لمليح يعني تتغم مليح تقريبا بهذا المعنى هنا راني نحيت هنا 30 سنتيمتر تقريبا راح نحي القطعة الثانية الخلف تع الوسادة هكذا لبنات ضرك هذو القطعتين هذو القطعة هذي اللي عرض تحها 30 والقطعة الاخرى اللي جاي عريضة اقل من عرض للوجه الامامي تع الوسادة اخيين بعدها نروح نكفوهم عادي في العرضة تحهم اللي هو 52 ومن بعدا نخيطهم على الوجه الامامي عادي جدا هذي ابسط وسادة وممكن جدا ندير عليها فيديو خاص للمبتدئات هكذا باش ما يبقوش كل مرة يعني يتساءلوا والله يجيهم الامر صعيب هكذا البنات هنا راني جبت الوجهين الاماميين مع القطعة الخلفية طبقتهم مع بعض حطيتهم من هي راني راح نزيد نفصل عليهم نفصل عليهم لقماش ما نستعمل للمسطرة وديرو في بالكم البنات بللي كما راكم تشوفوا القماش سيختفوا في الرمادي راهو هنا يشوي يمديك على برضه راي كينا للي زياغ من تحت انا هذو كامل راني اديد القيص بعين الاعتبار يعني مبعدها راني رايحة نحيه يتنحلي مع السيرجيتز كين سيرجي المخدى تاعي من الداخل رايح يتنحلي هذك الزائد فهمتوني لبنات يعني ما هوش رايحة يعني افزت لي القياس تاعي هكذا قطعت الوجهين الاماميين تاع الويسادة تاعي الوردي نفس القيص تاع الوجهين الاماميين تاع الليب الرمادي قعد لي هذا الجزء هذا كما راكم تشوفو ملمتر التاعي قعد لي هذا الجزء العرض تاعو 27 قطعتو باش يدير للقطعتين الخلفيتين هذو كل اللي العرض التي حم قدتوكم نديو دايما ما بين 25 حتى 30 الاحساب يش توفر عندكم القماش ومبعد نزيدو نروح ونحيو القطعتين الخلفيتين هذو كل اللي جايين اقل من الوجهين الاماميين هكذا ان شاء الله تكونوا فهمتوني تقريبا نستخدم القياسات يعني نحب نقيس ولكن في بعض الاحيان نخفف على روحي شوية كما ذوكا را نحط القماش الرمادي ونفصل عليه القماش الوردي يعني هكذا باش نقص على روحي ولكن ليكم انتم نحب نشرح لكم مشديد قياسات هكذا خلصت الوسائد التوعي هراني حطيت الرمادي والوردي باكوش راح ندير راح نزيد ندير لها دوجتي يعني وسادتين تعديكور الوسادتين تعديكور هذو راح ندير الوجهين تاحم باللون الوردي والخلف التاحم يكون بالرمادي من بعدها تشوفوه عليه كنت قادرة انا نديرهم كامل وردي ولكن انا هذا الموديل خدمته بهذه الطريقة اول مرة لها ذي كراني رايحة نكمل نخدمه بنفس الطريقة كما كنتو شتو جاني العرض تعلق ماش 42 هالزيت الزاوية وحطيتها طلعتها هكذا من فوق باش نتحصل على مربع يعني بلا ما تضالوا تقيسوا قاس 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 منا العرض وقاس منا الطول فهمتوني لبنات حاولوا تستخدموا التقنيات هذو يعني كتير فدي الزاوية تطلعها الفوق وتفصل عليها تتحصل على مربع عادي والموديل هاذا اللي بنات اول مرة خدمته ما كنتش نتوقع بلي يحدث الضجة هذي كامل في الفيسبوك وخدموه بزاف وكل واحدة خدمتوا باللمسة تحا يعطيهم الصحة كامل للي خدموه وماشاء الله وراه وتعمم بالصح ما زالوا كينين بزاف وبتادي اتي حاوسوا على الطريقات تاعه هنا راني قطت الوجهين الخلفيين تعلوا وسائد التعدي كورت يعني اصبع عندي قطعتين ورديتين وقطعتين رامديتين هنا راح نزد نحي واحدا القطعتين بلونرميي يجيو على الوجه الامامي تاع الوسادتين هذا التوعي صغار يعني الوجه الاماميي ماذا سندير في الوجه الامامي عفوا سندير المقاطة من الفوق كouble تشعروا هناك حاجاب كوبية النصف العلوي بلون ونصف السفلي بلون يعني شما تتخذي تتخذي الجزء العلوي وردي وация وردي وكراه跟 جزء الورديņا يجيو أكبر من جزء العلوي هنا يشحل هذا الرمادي انا درت عيني ميزاني وانتم كل واحدة وضوقتها حب تطلع بزيف حب تهبط بزيف انا راح نوريكم طريقة كيفاش تخيطوه بحيث ميجيش يبان بزيف وميجيش كاينة خياطة في الوسط انا راح ندوب لي يعني الوجه الامامي تاعي ما رانيش راح نفصله نقسمه في النص ومبعد نلصق له قماش الرمادي ملفوق للا راح نلصق فوق القماش الرمادي هنا وعليه لانه هنا القماش تاعي رقيق في زوج كيمار الوردي كيمار الرمادي على هذيك راح اللون الرمادي تاعي راح نزيد وفوق الوردي هكذا البنات باش ندعم كيشغل القماش تاعي ما يجينيش رقيق بزيف ان شاء الله تكونوا فهمتوني هذا الشيت هذا تاع القماش اللي قعد لي من الرمادي كيما قدتلك مراني شريت 4 مترات علاش باش ندير بها لديكوغاسيون تاع الوسيد التاعي كامل المخايد وليجوتي راح نحي منو اشريطة اشريطة هنا انا الطريقة كيفاش تغليت القماش باش نحي منو اشريطة المهم في اخر اخر حاجات حصلت على اشريطة الطول تحم 60 والعرض التحم 10 سنتيمتر هنا اراني وريتوكم كيفاش يعني اللي فضل لي من القماش اراني ان نحسن فيه اراني نعدل فيه هكذا باش توفوا طريقة التفصيل كيما قلتلكم باش ما تخافوش وما تهيبوش هنا بملاحظة اراني نخدم بالمقص لهذا الدوري الصغير لانه جاي خفيف خفيف هنا يوم ماضي بزيف يخدم لي مع القماش كيكون رقيق بزيف قلتلكم هنا القماش راه ورقيق ماشي كيما قماش ترك واقميش او اخرين يعني هنا ساعدني القماش عفون هنا هذا المقص الذهابي سوف نخدم اشريطة العرض التحم 10 سنتيمتر والطول التحم 60 هذو هما الاشريطة اللي تحصلت عليهم كيما راكم تشوفوا قلتلكم انا نخدم كلش بالمسترة ما نخدمش خلاص بالماتر غيبون انا مساعدتني ونتمنى انكم تجربوا يعني خاصة يعني كي تكون اللون التحمها مخالف للقماش يعني المسترة ستساعدكم بزيف يعني احسن الماتر غيبون يتلوه ومعلى بليش انا هذا اللي مساعدني هاكذا اللي بنات راني راح نحي ست اشريطة يعني حنخدم زوج وسائد باللون الوردي فيهم هذو الاشريطة يعني كل وسادة راح ندير فيها ثنين من هذو الاشريطة يعني نحتاجه ربعة ولي جاتين نحتاج واحدة واحدة يعني الاشريطة مجمل كامل وشح نحتاج نحتاج ستة نجيب شريطة تاعي هذك اللي طول 60 سنتيمتر راح نكفلو بالحديد يعني نحددلو واحد سنتيمتر من الجهة العلية هاكذا اللي بنات كي نخدمهم بالحديد من بعد ما رانيش حنخيط عليهم والله ولكن نلقاهم مواجدين باش الخدمة تاعي تكون نظيفة وتكون سهلة نحددلو هذك الواحد سنتيمتر الملء أعلى ومن الاسفل في الشريطة تاعي نخدم الخدمة تاعي انا شوفووش راح ندير راح نحدد هذا الشريطة الاول نحط ونزد شريط ثاني ثالث يعني نحدد زاوايا عفوا مش زاوايا الواحد سنتيمتر هذي نحددها لستة اشريطة كامل ونحطهم هاكذا اللي بنات هاكذا باش تخدمو خدمة ينفوق وغتوت ما تخدموش بالشريطة وتروحي تخيطي تعودية ترجعي ليلة نخدمو بالقانتيتي كي ما يقولو يعني هنا وش راح تديري نحددو الواحد سنتيمتر هذيك منه ومنه ونروحو نطبقوه بالعرض ونزيدو نطبقوه هاكذا بالطول باش نحددو المنتصف تاعو تقدروتهم تحسبو تديرو 30 سنتيمتر وتحددو المنتصف تاعو انا ليلة ثنيت فقط حددت المنتصف كي ما راكم تشوفو رسمتو بالطبشير تاعي ونروح نديه للمشينة تاعي نخيطو كي ما قلتوكم انا نخدمو بالقانتيتي يعني ها راح تديت الاشريطة كامل تاعي ثنيتهم بالعرض وخيطت لهم هذيك الجهة وين طحت لي المنتصف تاعو ومن بعد نجيب الشريطة تاعي الجهة هذيك الفوقانية وين خيط نفتحها ونفتح الشريطة تاعي ونطبقوه على بعضه نثنيه بالعرض يعني اراني عاود تفتحتو بعد ما كنتو شتوني طويتو بالعرض عاود تفتحتو وهذيك الجهة اللي خيطتها راه دخلت الداخل تخبيت الداخل ومن بعد نحطو على بعضه ونحدو هنا ماذا بكم يعني تتعانوا بالحديد كيما كفين هذيك الواحد سنتيمتر يعني شرط لازم تحتاجوه ودرك ثاني هكذا هنا ماذا بكم بين كل مرحلة ومرحلة يكون الحديد التاعكم راه دافي قدامكم وتاخدمو به كل مرة هنا راح نعود لكم طريقة لانه في المرة اللولى ما بينتش مليه هنا ثنيناه بالعرض على بعضه ونحطو هذيك الجهة اللي تخبيت لنا الخياطة الداخل ترجع لناك شغله بشكل مثلث كيما راكم تشوفو هنا البنات ونروح نحطو نحددها قبل ما نخيطهم يعني راح نكمل الاشرطة تاعي كامل نحددهم مليح نخدمهم ونحطهم من بعد راح نكمل الخياطة ونخيطو انا هنا دايما نستعمل لافا بير كي تكون حاجة حبتها كما نقولو حنا لقماش يرقد مليح نحتاج ندير لافا بير واللي ما عندهاش عادي جدا تخدم بالحديد العادي الصغير اللي ما فيهش والله عادي مهم عندك حديد يفيني لك الخدمة تاعك يعني اثناء العمل رايح يساعدك بل بزيف هذه هي الزاوية كين خرجوها يعني الخياطة اللي خيطناها هذيك من قبل راح تتخبرنا الداخل ونروحوا من بعدها نخيطو نقدروا نقولو سير داير على الشريط هذا ماشي سير داير هذيك البداية تاعو والله الديبو هذك تاعو من راح نخيطوه داخل الوسادة ما راحش نخيطو عليه طبعا يعني هنا راح ننديرولو سير داير على ثلاث جوانب يعني الجهان هنا تعطول تاعو ولا هنا في المثلث نمشيون خيطو على بعد نقدر نقولو ثلاثة مليمتر او ربعة يعني مامبا حتى نصف سنتيمتر معليش هذو ما الست اشريطة التوعي اللي وجدتهم اللي راح ندير بهم لا ديكو غاس ينتعلو سيد التوعي اراني درت ستة كيما قلتكم ويسادة ندير لها زوج ويسادة زوج ولي جوتي ندير لهم واحدة واحدة هنا لبنات كيما راكم تشوفوا الويسادة التاعي يقولت لكم 52 سنتيمتر العرضة تاحة نحنا قسمو على ثلاثة نحن نضن على 16 والله عودوا تم ديروا العملية نراني نسيت وكتاش درتها يعني 52 نقسمو على ثلاثة باش نتحصلو على المسافات من بعدها نحضو النقاط التوعنا نحضو يعني 16 ونحطو نقطة 16 ونحطو نقطة والشريط هذا كتاعي انا حننقص منو شوية لانو جاني طويل بزيف وهنا انتم احرار وحبيتو يلحق حتى للنصف الويسادة انتم احرار وحنا ما يسيلكم فهمتوني لبنات انا درتو تقاريب بنا 24 سنتيمتر الى ما كذا بتش يعني على حساب الويسادة تاعي درتو ما بينا 24 25 ماش فيتش ومن بعدا نطبقو هكذا شوية بين عين المنتصف تاعو يعني ونحطو على ذي كل نقطة تاعي اللي حطينا في الويسادة باش يتحط لي قد قد يعني ما يجينيش نديك هالي الفوق ولا للتحت وطبعا من بعدا راحي نكملوا الويسادة تعنا يعني الوجه الخلفي التاحة كما قلتكم نكفلوا هذو كل القطعتين ومن بعدا نكملوا سير دير ولكن قبل هذى المرحلة نروحوا نجيبوا الازرار تتاوعنا شوفو هنا وشنا عندي ازرار انوع واشكال هذو كامل منين ما نروح نجيب شوية روح نجيب شوية وقعدوا لي هكذا كل موديل نخدمه بواحد من الانوي عراني نجرب انا عراني نسيي وينها الموديل اللي يخرج مليحة على الازرار كيين بزيف كيين الكبار كيين صغار اللون يعني كنتم ثبتة باللي راح ندير في اللون البيج لانو الموديل اول مرة خدمته خرج بالبيج بالازرار هذو النوع الخشبي هذك او كيين نوع خشبي تحبوا تديروا هذو اللي مغلفين ايضا بالقماش يعني انتم مش يساعدكم انا عجبوني هذو شريت منه واحد الوقت كونتيتي كبيرة قاعدوا لي في الدار يعني كل مرة نخدم بهم حاجة ما ندم تشعليهم وسبحان الله مشيوا تقريبا راحين يخلاصوا نجيب الخيط والبرة التاعي راح نحكم قبل هذو الاشريطة التوعي منه في الحفا بليزي تانجل باش ما يبعدوا ليش ونروح نلصق الازرار التوعي بالخيط والبرة اللي تحب تخدمهم بالماشينا ايضا ما كان حتى مشكل يعني اللي عندهم مشينا تدير زيجزاق وعند هذي كلاب يس اللي تلصق الازرار تروح تلصقهم ما كانش مشكل خلاص من بعد نروح نلصق الازرار تاعي نخيطهم بالبرة والخيط عادي جدا لبنات انا الشريط هذك تاعي الرمادي ما خيطش عليه فوق القماش الوردي تاعي يعني راح يبقى حر محكوم فقط بالبوتون هذك بالزر فوق القماش الوردي يعني بعدها حتشوفوا كينا عود نصوركم في التقم اللحي يدي هكذا تحتو باش تعرفوه باللي يراهو مفصول يعني ما وش لازق فوقو هكذا لبنات مجرد انه البوتون هذي كبار كل لصقها هي اللي راح تشدو لي فوق الوسادة انا هذي الطريقة اللي خدمت بها وانتم حبيتوا يعني تموضيفوا ما كان حتى مشكل يعني تمو الطريقة اللي تطرحو لها ولا الطريقة اللي تحبو تعتامدوها انا الطريقة ساعدتني بل بزيف اصلا سهلة يعني باش ما تظلوش تخيطوا فوق الشريط الوردي فوق الشريط الرمادي فوق القماش الوردي يعني افضل يعني بعد ما خلصت لي بوتون تاوعي روح تكملت الوسادة التاعي خيطتها سير دير وسير جيتها كما قلت لكم باش نتخلص من الفائف تاع القماش ودورك نجي نقلبها قدامكم تشوفوا النتيجة هذي النتيجة اللي ولا برك من بعد روحو نخدمو وسائد الديكور تقريبا بنفس الطريقة ولكن كي نختلاف هذي الوسادة تاعي انا ما كفرتش عليها الخدمة من بعد نجي نخدم الجوتي التاعي الجوتي شوفو وش راح ندير نجيب هذا الشريط التاعي تقريبا ديت فيه 27 بالك سنتيمتر الى 25 ونحط فوق الجزء الرمادي هذا باش نعين فقط نتأكد بلي الجزء الرمادي تاعي اراهو يجي شوية طالع مما يجيش هذيك الشريط لازم الشريط هذيك الرمادي اللي يخدمتو يجي هابط على القطعة هذي الرمادي يا لبنات فهمتو من بعدها عينت لوحد النقاط وروح نخيطو هكذا مقلوب لبنات للأسفل كي نخيطو انا هنا نجي نحدد دمليح لانو المشينات تاعي دايرا في هالبرا الخشينا على اساس نخيط القماش الخشيين صافيك القماش الرقيق تكمشولي شوية على هذيك لازم نحدد نخيط ونحدد نخيط ونحدد شوفو البنات قلبتو للأعلى الخياطة هنا اختفت يعني ما كانش خياطة فوق الوسادة تاعي تاعي وما قسمتش القماش يعني ما درتش تزيل القماش الوردي ملتحت واحده القماش الرمادي لا 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 القماش الرمادي درتو فوق الوردي باش ندعم كما قلتوكم الوردي تاعي لانو رقيق هكذا زدتو ملفوق ماذا بيا انا كيكون القماش رقيق نزيدو ملفوق باش تجيني حاجة باهية ومتجينيش حاجة رقيق بززيف هكذا البنات راني خلصت الوجه الامامي تاعي تاعي الهجوتي نعين المنتصف تاعي ونجيب هذك الشريط نثنيها على اثنين با نعين له ايضا المنتصف تاعه نقص منه هنا شوية نعين له المنتصف تاعه ونحطه فوق في بلاستو كما حددتها من قبل ونجيب ايضا زر ونحكمه بالزر فقط في هذيك في المكان تاعه شفتو الشريط كفا رهابط شوية ومن بعد نجيب الخلف تاعه اللي درتو انا بالرمادي نديره الفيرميتور منتحت ونكمله نخيطه سيردير وثانين سيري جيتها لان هنا يشوي لقماش الا يطلق الخيوض وهذه النتيجة امامكم ان شاء الله تكون طريقة واضحة على بلي بلي لا فيديو طاويله عريضه ولكن سمحو لي يعني قد ما كان شرح بزيف ان شاء الله تلحقكم الفكرة لان هنا يراهوا اللي فيديو تاع اليوم موديل وفكرة وتقنيات وزيد مع الفصالة لأنه حبيتكم تديوا فكرة كيفاش نفصلوا هذا هو الطقم بتاعنا لبنات نتمنى أنه تلحق الفكرة بزاف من البنات هذا البرنسيب بارك المبدأ فقط تاع العمل يعني أنا ما نقيدكم كما قلتكم تقدروا أنتم كما درنا في الجيتي هذا الجزء الرمادي من الأعلى تديروا أنتم في الوسائد مننا في الجنب يعني أنا فقط ما حبيتش نشارجي يعني قادر أنزيد قادر أنكفر الخدمة ولكن حبيتها تجي شوية سامبل كما قلتكم أنا ما نحبش نكفر الخدمة نحب خدمتي تكون فيها كما يقولوا السهل الممتنع حاجة بسيطة وما تكونش فيها بزاف لاشهر هكذا لبنات رايحة نستنى تطبيقاتكم للموديل ونستنى بزاف إن شاء الله لبنات تقولوا لي بللي حدمتاه وخدمناه وجانا سهل ويعني يتعمم كثير وكثير لأنه يعني جاتني عليه طلابات بزاف وكي كنت خدمته في جنوبي قلت لكم بلي ما كنت متوقع بلي يدير هذا الضجة كامل نتمنى أنه يعجبكم وطبقوه وتقاوه فيه سهولة خليولي في التعليقات آراءكم حول الموديل وحول يعني التقنية اللي تعلمتهم معي اليوم نتمنى أنه يكون الإعجابكم وتكونوا توفقتوا وتوفقت أنا في اختيار الألوان واختيار القوماش وفي اختيار الموديل يعطيكم صحة لبنات اللي تبعتوني كامل ما تنسونيش بالبرتاج بلي لايك وبالتعليقات الجميلة بجمالي كنا حبيباتي ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر